أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبل قاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدادنا وأعدائهم أجمعين تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم بعزاء آل محمد عليهم السلام ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم وهكذا يمتد الزمان جيلا بعد جيل لتسقى هذه القلوب وهذه الأفئدة وهذه العقول من نبع صاف عذب وليس أجاج وتأكل النفوس من الشجرة الطيبة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء حتى تؤتي أكلها كل حين امتدت هذه الأيام بعد شهادة حضرة سيد الشهداء صلوات الله وسلام عليه لتأتي المظاهر الإلهية التامة فتصوب القلوب بعد أن أسقطتها الشياطين في كل المجتمع الإسلامي خذلانا لنصرة مقام الولاية وتضييعا لتعاليم الإسلام وتعاليم حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصوروا بعض الآيات ليطمسوا الآيات الكبرى وأظهروا مقام الصلوات في المساجد وهم بوالون على أعقابهم ليطمسوا حقيقتها وأتوا البيت ولم يحققوا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أتوا صور إلى البيت ولكن منعوا القلوب أن تتوجه إليهم وتهوي إليهم وهكذا أئمة الضلال لعنهم الله من زمن إقصاء حضرة أمير المؤمنين ومعارضة حضرة رسول الله في آية الغدير شغلهم الشاغل تشكيك الناس في فضلكم فأخذوا من تكليف الحج الطواف حول البيت وقطعوا معناه الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى أجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فجعلوا الهوى إلى أحجار خالية خاوية يستطيعون أن يتلاعبوا في هذه الأمة كيف يشاءون وهم يصورون لهم أنهم يقيمون حدود الله وهذا هو حقيقة العمى وعن هذا الله سبحانه وتعالى حذرنا أن نتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله حضرة سيدتنا ومليكتنا السيدة فاطمة ابنة أسد تدخل ينشق لها هذا البيت وإنما هذه معاني حتى لا تنحرف الناس عن حقيقة هذا الركن وهذا المقام وهذه القدسية نرى هذه الحجة كانت على قريش جميعا وقبل الإسلام أن ينشق ذلك الجدار لحضرة فاطمة ابنة أسد سلام الله عليها أم أمير المؤمنين وتدخل وتكون في ضيافة الله ولم يستطع أحد أن يفتح ذلك الباب لثلاثة أيام يخاطبها الله إحاءا كما خاطب أم موسى وكما خاطب النحل يخاطبها إحاءا يا أخوان الله يشهد حقيقة الضلال هو قطع الآيات عن معانيها وهذا هو حقيقة تحريف القرآن التي باطنها وحقيقتها وظاهرها هم آل محمد عليهم السلام إنما عمل العاملون حتى الذين كتبوا الصحيفة في التعاهد بقطع الملك عن آل محمد عليهم السلام لا تتصور أنهم لم يضعوا آيات ودستور للأمة الإسلامية كيف يتمثلون حقيقة القرآن والتي أرادوا أن يخلوا منها أي ذرة لشأن لآل محمد عليهم السلام هذه حقيقة الضلال التي ارتدت الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الارتداد معناه أنهم تلبسوا بعبادات لا معنى لها وعبدوا غيما في أذهانهم لا معنى لها وهذه الكلمات إن لم تنصب على معانيها فلا قيمة لها هذا قول الله عز وجل في كتابه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ارتداد حقيقة الناس عن الإسلام ليرتدوا قريشا وليرتدوا كفارا بعد إيمانهم كما ورد ذلك في كتاب الله مفصلا عن ارتداد الناس وعن ارتداد أكثر القوم وعن ارتدادهم للجاهلية أنا أتحدث بهذا لأن هذا في أول الزمان وهو في آخر الزمان أيضا سيأتي هي فتنة لأول الزمان وفتنة لآخر الزمان حتى لا نضيع ونكون من حقائق أنصار سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وهو يكمل لنا الطريق إلى حضرة بقية الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فلا نكون أتباع والعياذ بالله في العمى عتل زنيم تداولته أيدي العاهرات أسود القلب وأسود الوجه الذي يخرج في الكوفة قبل الظهور بسنة لعله وأقل قبل أن تستحوذ علينا الفتن ويصبح الحليم حيرانا وحتى لا تتلبس بنا الشياطين وتربح في أبداننا وتلج في دمائنا كما ورد ذلك عن حضرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه علينا أن نتفهم حقيقة الارتداد علينا أن نتفهم إلى أي شيء اندعان الله سبحانه وتعالى حتى نتسمر على أبوابها فلا نغادرها أقلا إن لم نحصل على شيء في دار الدنيا فهو أمان لنا في الآخرة ولا أمان لأحد على الإطلاق من غير هذه الحقيقة لا في أول الزمان ولا في زمن الفترة ولا في آخر الزمان ما هي هذه الحقائق التي يجب أن نمد البصر إليها واعلموا أن بيان أئمتنا في تعليمهم إيانا ليستنهضوا ما في دفائن عقولنا من الحقائق في فترة زمان الأئمة التسعة بعد الحسين عليه السلام وزمن غيبة إمام الزمان صلوات الله وسلام عليه حتى تدركوا أحد فتستنقضوه وتعيدوه إلى معسكر الحسين الذي عنوانه في الأصل خطة بالقلم رضى الله رضان آل محمد عليهم السلام أنا أحمد الله تعالى وأشكر أولياء آل محمد من علمائهم الثابتين على ولايتهم كل هذا الدهر الذي مر أن وصل إلينا شيء رغم محاصرة الأموية والعباسية لكل فضيلة من فضائل آل محمد ورغم من كان من أئمة الكفر وأشياع الضلال الذين أرادوا أن يطمسوا رمس سيد الشهداء حتى لا يكون علم فتتوجه القلوب وتهوى إلى حقيقة التوحيد لأنه معنى الكعبة الإلهية لأن الله يقول في كتابه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الزاحف إلى حضرة سيد الشهداء ليس كالذاهب إلى الأحجار بل هو ذاهب إلى حقيقة الحج الحقيقي بل هو شيء أعظم من الحج ثوابا لأنه أدرك دعوة إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم نحن في زمن العمى وخاصة في آخر الزمان الذي ملئت فيه ظلما العرض ظلما وجورا هذا الظلم والجور كيف يستنقذ وجود قلب مسكين مستضعف من يأخذ بيده لإيصاله إلى إمام الزمان وهو الذي يكمل له الطريق لابد لو لا العلماء داعين إلى إمام الزمان والدالين عليه وهم ربان السفينة لغرق الجميع وجز الله عنا أولياء آل محمد الذين وضحوا لنا الآيات التي نبقى من خلالها أحياء ولا نهلك لأن الله يقول كل شيء هالك إلا وجهه ومعلوم من تبعني فإنه مني من هنا نعلم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يتبرأ في القيامة الكبرى من الأموية ومن العباسية ويقول لستم مني السؤال فيه من أنتم قالوا نحن من أمة التوحيد أراد رسول الله في الحديث أن يعين لنا حقائق التوحيد فيقول ماذا صنعتم بأهل بيتي التي تعني حقيقة التوحيد لأن توحيد الله سبحانه وتعالى لا يتم من غير طاعة سفير الله حينما تطيع نبي الله وحينما تطيع سفير الله سبحانه وتعالى حين ذلك تكون موحدا ولو أطعت من دونه أحد لا يمكن تكون مشرك حقيقتك لأن اتبعت من لم يأذن لك الله به أي من دونه وليس بإذنه الله أمرنا الذي أمرنا بابتغاء الوسيلة إليه يعلن رسول الله عن حقائق الموحدين يوم القيامة السؤال في ميزان التوحيد حقيقة التوحيد لله سبحانه وتعالى ماذا صنعتم بأهل بيتي لقد أخشى القلوب العمى في أعلى درجاته زمن الهجوم على سيد الشهداء بل زمن الهجوم على الدار بل زمن الهجوم على الدار أي ظلمة كانت على القلوب وعلى العقول وعلى الأفئدة أن يسمح المسلمون في ذلك الزمان أن يتقدموا على بيت رسول الله كان يستأذن بالدخول إليه وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومن دورهم ومن أبوابهم ومن أي شيء آخر ما هي هذه الظلمة؟ لابد أن هذه الظلمة التي استحكمت ليس قلة الصلاة والصيام ليس قلة الجهاد ليس قلة أي شيء هناك ذنب واحد استطاع إبليس أن يتربع على القلوب وعلى العقول وعلى الأفئدة فيغشيها ويعمو عن هذه الجهة الإلهية وهو ذنب التولي لآل محمد وعدم التولي لآل محمد وعدم البراءة من أعدائهم أنهم مبدأ التوحيد ومعنى الإسلام ومعنى التوحيد حقيقة ما صنعتم بأهل بيتي قالوا لقد مزقناهم شر ممزق فيشيح بوجهه الشريف عنهم فينقلبوا سودا يوم القيامة وعيون زرقاء ويسحبوا إلى جهنم زمرة إلى جهنم زمرة معنى التوحيد ليس خيالات تطلقها لقد جاء في كل هذا التاريخ من يطلق الخيالات لكن إذا أردت أن تعرف تلك المعاني لتثبت والله ما نتحدث عن الفضاء إلا للثبوت لأن الشيطان سوف يزعزع الأفئدة وأن الشياطين لتجول تطير فرحا تشكك الناس في فضلكم ليس هذا هو هدفه لأن التشكيك في فضل آل محمد يعني إزاحتهم عن معاني القرآن يعني بتصير تتلو القرآن كما قال أمير المؤمنين والقرآن يلعنك وأنت تتصور أنك ما شاء الله في رحاب الله ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه لأنه يضع المعاني على غير ما أنزلت فهو يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة بل يؤول القرآن على شيطانه وعلى جهله ويدعي والعياذ بالله هأن هذا الإسلام ليطمس بهذا الفكر نور الله الذي تجلى بهذه الأسماء وبهذه الحقائق أهل البيت عليهم السلام أطنبوا يعني افتحوا الطراث أكثر شيء تحدث فيه آل محمد رسول الله أول شيء كل حياته رسول الله في ذكر فضائل أمير المؤمنين وأهل بيته روحه راجعه نص الرسالة اللي حكى فيها رسول الله أحاديثه هي في أهل بيته ما راح علي وإجاء إلا ما حدث حديث عن هذه الحقيقة حتى لا يضيع التوحيد نحن في ليلتنا هذه نريد أن نتوجه إلى آية إلهية كبرى كان خادمها من فداه الحسين بنفسه من فداه الحسين بنفسه من هي حقيقة هذه الآية التي حضرت ما حضرت سيد الشهداء ليقوموا بمقام ثمن الشفاعة الأعلى لرسول الله يوم القيامة حينما يناديه إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ومحمدا وحينما يستغيثون بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا تدرك من الشياطين الغاية تعرفوا شو يعني إدراك الغاية يعني لن تنالكم شفاعة أحد لا في السماوات ولا في الجنان ولا على أبوابها إدراك الغاية شو يعني أن لا توبة له أن ختم عليه أن كتب من الأشقياء بل كتب من أشقى الأشقياء ومن هذا حذرنا ظلم بعضكم لبعض ومن هذا حذرنا بكلام حضرة إمامنا الرضا صلى الله عليه وسلم عليه إذ جعل ظلم أولياء آل محمد حينما تعم الظلم ويخرج من هو أشد على شيعتنا من فتنة الدجال بمولاتهم أعدائنا ومعاداتهم أوليائنا هناك قال من آذى لي وليا أو أضمر له سوء مش بس آذى أضمر له سوء سألت الله عز وجل أن يعذبه أشد العذاب في الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين حيث يعرف أن الإدمار لأولياء آل محمد هو بحد الشرك وأولياء آل محمد ما حدك الوحض يزد على نفسه يعني أولياء آل محمد هو من سار بكتاب الله وعترة أهل بيت لا عربي ولا عجمي اللي بيصير هيك هو من أولياء آل محمد ويجب ويجب الحفاظ عليه القيمة في أولياء آل محمد حتى لا ينقلب الزمان والعياذ بالله ويصبح بمعادات أوليائنا ونعم موالات أعدائنا ومعادات أوليائنا فإذا كان كذلك لم يعرف مؤمن من منافق أي ظلمة هايدي؟ أي ظلمة؟ طيب شو الموازين يا مولاي؟ حكيكم الله عن حضرة أب الفضل وحضرة علي الأكبر وشرحوا الأئمة بزياراتهم لهذه الحقيقة حتى تتمسمروا عليها كما تمسمر الأنبياء وتمنوا أن يواشوا حسين فقتل مئتين نبي على أرض كربلاء كما روى ذلك أمير المؤمنين عليه السلام ومئتين وصي ومئتي صبت وأنصارهم وأشعهم وكلهم شهداء يقول لم يلحقهم أحد من قبلهم حتى هؤلاء الأنبياء اللي قتلوا هؤلاء أصلا طلبوا المواسات الله ما بيتعامل بالتاريخ الله بيتعامل بالحقيقة هذا النبي قتل مواسات هذا النبي حزقيل نزل عليه ملك بعد أن سلخوا فروة رأسه الملائكة قالوا له نرجع من حيك ومن عيدك ملك بيحيا ملك ملك إن الملائكة خدامنا وخدامه شيعتنا ليش لأنهم مدبرات أمره قالوا لا تركوني هاك بهذه الهيئة مسلوخة فروة رأسه لتكون مواساتا مواساتا للحسين أنتم فكركم مواساتا للحسين كلمة صغيرة في ليلتنا هذه أسأل الله بكرامة حضرة سيدي أبو الفضل العباس وكرامة حضرة سيدي علي الأكبر وسيد القاصم أن يكشف لنا عن غبار نعل مليكة وجوهرة إلهية مخدرة معنى التخدير أنه لم يظهر منها شيء من عنوان الفضائل ما سنذكره اليوم هو من طيات من طيات ما خرج وإلا هذه الحقيقة سيد الشهداء يعلن أنها سارت بمشيئة العين التي مشى فيها حضرة سيد الشهداء إنها روح فاطمة المدخرة إنها روح علي المدخرة إنها حقيقة جوهرة الله لمحمد الله لمحمد هي حقيقة ليس مولودة كبنت وإذا سمعت سيدات نساء العالمين هذه وجه للخلق هي وجه للخلق يعني من الأمة الإسلامية انتخذ فاطمة لأن سيدة النساء هي أفضل من السيدة زينب بل هي حجة الله على السيدة زينب كما أن حجة الله على الحسن والحسين ولكن هذه ليست لكم هذه لخاصة أوليائنا لخاصة أوليائنا يعلمون منها صلوات الله وسلام عليها أسرار يستطيعوا أن يصنعوا ما يريدون لكن لابد من طهر بعين ما ورد لسيدة النساء صلوات الله وسلام عليها أن هي التي تحولنا إلى محمد وعليه إلا الحقنا فإنا نسألك إن كنا قد طهرنا نعم إن كنا صدقناك إلا الحقنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يعني العود له له هذه حقائق هي روح رسول الله حضرت مليكة سيدتنا زينب هي كريمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد كشفت عن هذا الوجه حضرت سيدتنا زينب سلام الله عليها بعين هذا التحويل كان تحويل شهداء كربلاء مرهون بإذنها حينما قالت للحسين سلام الله عليه وهل امتحنت أصحابك يعني هذا أمر فنادى الحسين في أصحابه يقطع الحسين كل شيء ليبرز تنفيذ هذا الأمر الإلهي الذي خرج من حضرة زينب صلى الله عليه وسلم أننا لا يدخل علينا إلا الطاهرون وهل امتحنت أصحابك وقد جرى ما جرى وأنتم أخبر بما جرى ليس موطن حديثنا فهزوا سيوفهم وخلعوا عمائمهم ووضعوا الطراب على رؤوسهم هي الآيات اللي كانوا من أول الزمان مكتوبين في الديوان لحضرة سيد الشهداء لكن بكن شفوهم كيف كتبوا لحضرة سيد الشهداء تعووا شوفوا شو عملوا بكربلاء تعووا شوفوا شو عملوا بكربلاء مش للحسين بالخضوع مش لحضرة زينب بس بالخضوع لحضرة علي الأكبر كما تلون ليلة البارحة بالخضوع لك ولأبيك لك ولأبيك وهذا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام بدكنوا تكونوا مع إمام الزمان صلوات الله وسلم عليه أحفظوا هذه الحقائق ورابطوا عليها وكونوا أنصارا لأنصارها وأعداء لأعدائها ليس في من كتب على هويته صني ولا شعي وربما تجد صني يلين قلبه لهذه الحقائق وربما تجد شعي معاند لهذه الحقائق والعياذ بالله سيدتي من أنت إذا كان حضرة علي الأكبر صلوات الله وسلام عليه أنه نزل من العلياء إلى هذه الدنيا ليكون عونا لحضرة سيد الشهداء عنده تكليف واحد نزلي قدي بالدنيا ويطلع هو أشرف من أي شيء آخر كان فيه كثير إشياء في العالم الإسلامي كان فيه كثير إشياء لكن الحقيقة كانت مرابطة على مقام الولاية الحقيقة كانت مرابطة على كتاب الولاية الله ينبئنا بأن الحقائق كتبت في الخليقة الأولى كتبت آن في الخليقة الأولى حينما نتحدث عن حضرة سيدة الكبر مولاتنا زينب يدخرها الله في الزمان الأول لأعلى طهر وجودي يستحق أن يقدم مقام القربان المنجي للأنبياء والمرسلين ونساء العالمين ونساء العالمين هي لا تقاس بنساء العالمين بل نساء العالمين خدم لسيدتنا خديجة خدم لسيدتنا فاطمة ابنة أسد في جوف الكعبة وقد خدموا سيدتنا خديجة حين ولادتها للسيدة الزهراء سيدات نساء العالمين خدم وقد واسوا سيدة النساء في زمن الغربة حينما كانت في بيت الأحزان وكانوا عند كل آن خدم بين يديها ولذلك كانوا هم سادة نساء عصرهم ولكن سيدة النساء كانت سيدة نساء الأولين والآخرين هذه للنساء هذه الأمة كلفت بهيك بس مش معناتها أنه قدرها الآن قدرها على معرفتها دارة الكرون الأولى قدرها أنها تحفط الله إلى نبيه لم يضحفه الله بجنة ولا سماوات ولا معراج ولا تجلي ولا جنان ولا أي شيء من هذا لأن كل هذا مخلوق من تسبيحه وهو علة إيجاده لقد أتحفه الله بشيء إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها بوجود اسمه سيدة العالمين مولاتنا فاطمة لذلك حينما تقرؤون أنتم أن فاطمة هي سيدة نساء العالمين وفي رواية بتقول من الأولين والآخرين وليست سيدة نساء عصرية الإمام يجاوب على ذلك هذا على قدر السائل وليس على بيان الحقيقة إن في الحقيقة ما يقوله إمامنا الباقر سلام الله عليه أنه كانت لها الولاية على جميع ما في السماوات والأرض والنبيين والمرسلين والإنس والجن هذه حقيقة أيضا من حقائقها مش معناته إذا كشفت حقيقة إنه ما في غيره مثل الواحد عنده مليار تخصص وقت اللي بتقوله ما هيدا مهندس معمارة مش معناته إنه مش مهندس هندسة ومش مهندس ما أدري شنو إلى غير ذلك على كل حال مفهوم الوصف واضح إذن أتحف الله نبيه بسيدة النساء وزعلها في بيت علي يا ربي ما أتحفت فاطمة وعلي جمعا وهم يمثلون حقيقة نفس رسول الله وأنفسنا وأنفسكم كل هذا التعب الذي دفعوا لك يا رسول الله فيه مقام الشفاعة الكبرى لجميع العوالم هي مش أنا وأنت بالبشر يعني في مخلوقات كتير مليارات المجرات وكلها مخلوقات تعبد الله ولا يعصى الله إلا بس بوجه هذا العالم ما في عالم من العوالم بيعصى إلا الحبة الطراب في دربة تبينه بس هيدا عملها هالعصيان ليمتحن قلوبكم معنى يا شيخ معنى أم علينا ما في حال وسط معنى أم علينا معنى بعلومنا علينا أن تنطق ببدعا لا قيمة لها وتكون في صف من حرفوا كتاب الله بتعيبوا عن النصارى واليهود أنوا حرفوا كتاب الله ليش هالأم ما حرفت كتاب الله وجعلت المعاني الألفاظ على غير معانيها فزادوا ونقصوا ما أنكرت النصرانية ولا اليهودية الله ولا أنكروا عيسى وموسى ولكن كما يقول أمير المؤمنين زادوا ونقصوا على أهوائهم فوبخهم الله يشتروا به ثمنا قليلا متاع هذا المتاع ومش متاع كما قال أمير المؤمنين لا يغيبن صاحب الزمان حتى يتميز فيكم من لنا ومن ليس لنا هذه هي الحقيقة ما حدا يفراح هو قاعد وشايف كل شيء الصغير والكبير لكن الواصل لأله أيضا لازم يبين خريطه لازم يبين شاته لازم يبين كل فروضه من غربة من وحشة من كربلة من تكذيب من تشريد لما هذا كله كان بكربلة ولو بجزء بسيط ولو بجزء بسيط سيدتنا ومليكتنا كتبت قبل الخلق وأعدت قبل الخلق لتكون تحفة الله إلى أمير المؤمنين وإلى سيدة النساء وسر الله المصوم بمقام الولاية ولذلك ورد عندنا أنه إذا خرجت أرادت زيارة قبر رسول الله كان من أمامه علي ومن يمينها الحسن وعن شماله الحسين ومن خلفها العباس يكنس آثارها هذا صر مصوم بالولاية صر مصوم بالولاية لابد أن يكون قلب الولاية حقيقة هي مش أنه صارت زايدة عن علي والحسن لا لا الحسن هيك والحسن هيك والحسن بيحرس الحسن هيك والحسن بيحرس الحسن هيك هذا صوم لهذا الخضر الغظيم هذه الآية الإلهية الكبرى كتبت منذ الزمان الأول أن تكون حقيقة من يقدم إلى الحق المتعال أطهر وجود في عالم الكائنات هو الذي يستحق أن يخاطب الله بمخاطبة الذبح العظيم لأن هذا الذبح هو مقام الفداء ليش؟ لشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي تتقرب به سيدتنا وملكتنا السيدة زينب هذه الحقيقة التي ما كان لرسول الله ولا لأمير المؤمنين ولا لسيدة النساء مع عظمتهم العليا أن يطلقوا اسمها بل ينتظرون الله المتعال أن يتنزل بالاسم لها فتكون يا رسول الله العلي الأعلى يقول لك سمها زينب وبنفس هذا النداء نودية فاطمة ابنة أسد العلي الأعلى يقول لك سمه علي عبتحكم مع وجودات لتعرفت عليهم البشر ما الله بيخلي سره عادة على جنب هي لأجل البشر بس هي مش دلالة على كمال هؤلاء الموجودين مش دلالة عيسى ابن مريم كان يحيي الموت مش معنات أنه بس هالآد هذا ما يحتاجه بني إسرائيل لكن لأوليائنا فتحنا أبواب يتدبرون فيه لتثبت قلوبهم فإذا لاحت الشياطين لتشكك كانوا صلب الإيمان يقتضون بحضرة أب الفضل الصلابة هي ما تشككك الشياطين وتروح وتزيدك الكثرة وتلهيك حتى تكون مثال ألهاكم التكاثر ولكن ليس دائما حتى زرتم المقابر في القبور ستجدون مملكة لا إله إلا الله يا أهل لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله كيف وجدتم قول لا إله إلا الله ستجدون عكس ما كنتم ترون في هذا العالم عكس وما أحد يقول ما أحد قالنا بطيات حديثنا خاصة للذين يدعون علما ويدعون منبرا ويدعون هؤلاء عليهم أن يبينوا لإخوان المؤمنين نكات الصريحة وليس تأويل النكات الصريحة لكن اشرحوا لهم معانيها أصحاب عمر بن سعد هم من يريد أن يأخذوا ألفاظ القرآن لمعاني غير التي وضعت عليها وأصحاب الحسين هم الذين يريدون أن يأخذوا ألفاظ كتاب الله على ما قاله رسول الله ولأما صلوات الله عليهم أجمعين مش إذا بيلقط لك شغل ها لك هاك كمان بالرواية موجودة هو تارك أبواب ليش الأد عم ترجف يعني ما في داعي ليش الأد مستعجل ليش الأد عم تطير فرح وتتشبه بالشياطين ما هيدي مكمل بهيدي ما تستعجل يتولى الله يسمي حضرة هذه المولودة ليش كمال أنت الجهة الإلهية ليحصنها بأنها أنها آية إلهية هذا الوجود النوراني الذي كان من العلو جاكان علي الأكبر وأنك من الغرف العالية كما أنزلك الله فكيف بحقيقة هذه الخضر المصون الذي خدمتها مقام الإمامة والذي انقطع الحسين حتى يجيبها في أمر الأصحاب وهل امتحنت أصحابك إلا ألحقتنا بالحسن والحسين لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك ولكن هذه ولاية من؟ أمها فاطمة وهي الباب وهي الباب لأمها كما كان أمير المؤمنين بابا لمدينة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من يسميه الله وينقطع أمير المؤمنين وسيدة النساء ورسول الله ينتظرون الله في أمره لابد أنه وجود قد حيرهم ولم يكن أحد ينتظر غير الحسن والحسين وزينب حتى من أولاد أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم لم ينتظر أحد فإذن هذه آيات إلهية أنتوا عم تتعاطوا مع آيات إلهية تحمل حقيقة الوجود وتنجي الوجود ويستغيث إبراهيم وموسى وعيسى فيها هذا الوجود الذي تجلى في حقيقته في كلمات إمامنا زين العابدين صلى الله عليه وسلم حيث قال لهذه المليكة الكبرى عم زينب أنت عالم غير معلم وأنت فهم غير مفهم يعني هي من حقيقة رسول الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أما تلوتم في كتاب الله أن أبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين هو حقائق من محمد هو لحم محمد هو كبد محمد هو حقيقة محمد هو لأولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد هو الحسن مني وأنا من حسن وحسين مني وأنا من حسين هذه هي الحقيقة هناك لا أرضى حتى ترضين يا فاطمة وفي موسى عليه السلام يقول عجلت إليك ربي لترضى سير أهل البيت بالنزول وسير الأنبياء والأوصياء والمؤمنين والأولياء بالصعود إلى هذه الحقيقة ومعنى تنزل هذه الحقيقة أنها منها تظهر الأسماء الإلهية وكل زحف إلى اسم إلهي يجب أن يكون زحف إلى طبيهم لأنهم هم حقاق الأسماء وهذا معنى ما ورد في كثير من أحاديثنا أول من خلق الله نور نبيكم يا جابر ومنه خلق كل خير ما يتصور بعض الناس أنا اليوم في الصفة في الصفة الفلانية والأصل إلى الله الوصول إلى الله هو الوصول إلى إمامك ومن يتعى الرسول فقد أطاع الله ما في الله سبحانه وتعالى يقول إمامنا الرضا ونحن ننور قلوب أوليائنا سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء نحن ننور ما في حدا مقام الألوهية الله سبحانه وتعالى نادى فيها من الشجرة التي دعي إليها موسى والله لا يخاطب إلا في من كان تام العبودية وكل شيء يريد أن يواجه الله فعليه أن ننظر إلى هذه الشجرة ولذلك ما عبد الله من لم يحبك يا علي أو ما آمن بالله تخيل إلى هذه الحقيقة شاركت من حيث الأثر مقام حضرة سيدي شباب أهل الجنة من الشباب السيدة زينب بنساء العالمين دون أمها أمها شيء أعلى رسول الله يقول لكم أنها تبلغ في الأثر بالتعاطي معها ما يبلغه كل نبي ووصي ومؤمن في التعاطي مع الحسن والحسين أليس كمال الأثر يدل على كمال المؤثر هذا ما في تفقه ما في تفقه حيث يقول رسول الله ومن بكاها فقد بك أخويها كمثل من بك أخويها إذا كانت سيادة الجنة للحسن والحسين فإن سيادة المليكة حضرة زينب للجنة هكذا وفي الجنة أنبياء سيدات نساء العندون أمها فاطمة وكل شيء مين بد يشبههم يا عمي والله ما تحكوا هيك الدم لا السيدة مريم ولا السيدة آسيا ببلغ معراصم يعني عم تشبهوني بهذه الحقيقة يعني سرب بني أدمين من طاعته من فداءه من حملة من نجاته من دفعه أن إبراهيم ينادي ومحمد ويدخر الشفاعة لذلك وثمنها زينب ليش عم تقالي له لشأن هك والله بالكتاب ورد سيدات نساء العالمين خمس ما جاء بإسمها هذه للخلق لكن للحقيقة شيء أعظم من ذلك أليس كان أنتم تقولون أن الأنبياء للعزم هني أفضل للخلق طب بالقرآن الله بيقلكن الخضر هو أفضل وبيكشف عن مخلقات أفضل من الأنبياء شو المشكلة النبي من جهة إنباءك الله سدده من جهة إنباءك وعمل له هالردب من جهة إنباءك ما نبأ نبي إلا بولايتنا آل محمد هذا من المتسالم عليه لأن الله يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمننا به الغاية في الزحف هو للإيمان بهذه الحقيقة رسول الله يقول أنا من حسن وحسن مني وأنا من حسين وحسين مني بل أكثر يقول أنا منهم لأهل بيت الطاهرين وهم مني يا رسول الله حينما تضع في الأثر حضرة زينب سلام الله عليها يعني أنت منها لأن كل ما يملك من مقامات الوسيلة ثمنها دفعيتها زينب ليش في الأثر وفي المشيئة الإلهية حيث قال سيد الشهداء الذي هو من رسول الله شاء الله أن يراني قطيلا وشاء الله أن يراهن سبايا سيدتنا زينب سلام الله عليها حينما جاء ابن عباس يحتج على سيد الشهداء فيقول له إن كنت ماض فخلي على هذه النسوة وهذه الأطفال شو نظرت قالت له سيدتنا زينب سلام الله عليها نظرت به قالت لها ابن عباس ألزم حدك أتريد أن تشير على شيخنا وكبيرنا أنتوا بكنت تعلموا الإمام ما تعمل وجه الخلق إلى جهة فكريت غلبة لكن الحسين ذاهب ليقول هذا الفداء هذا الفداء وهذا الكذب بالمشيئة الإلهية بعين المشيئة التي حملها الحسين في أهل بيته حملت حضرة ملكتنا زينب سلام الله عليه عيال الحسين في أهل بيته بنفس المشيئة لأن من بكاها فقد بكى أخويها لكن في كثير يقرؤون ولا يتفقهم أنا ما بدي أخذ وقت كون الكثير اليوم تعالوا لروايات أن كما روى الصدوق رضوان الله تعالى عليه وتحدث أنها كانت إذا دخلت على الحسين وهو يتلو كتاب الله يتلو كتاب الله يقطع تلاوة الكرآن ويقف إجلالا لهذه الحضرة ويجلسها في مكانه ما يرضى الإمام ما بينطق عن هو شأنه شأن فعل رسول الله فعله تقرير مكانك ولذلك كان يقول كانت لها نيابة عن الحسين حتى برئ علي بن الحسين نيابة خاصة عن الحسين حتى برئ علي بن الحسين صلى الله عليه وسلم سيدتي من أنت إن مريم سمتها أمها لكن أنت حتى أمك الزهراء التي هي على معرفتها دار القرون الأولى انتظرت أمر علي ورسول الله وجميعا انتظروا أمر الله فيك ولم يسبقوا لابد أن تكون آية إلهية كبرى لا نهاية فيها أنتوا فكرين سيدة زينب كلمة كلمة صغيرة بتقولك لا ما قالت نساء العالمين وخير قالني قال الأنبياء العزم خمسة وقالنا عن الخضر أنه موسى مش تلميز عنده مش أهل شو المشكلة لذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها كتبت كربلاء كما ورد بعض العلماء يذكر أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق والعهد على الحسين بالقتل من قبل الخلقة لأنه إذا ما فيها كفداء ما بتنوجد الخلقة ما حدا بيرتفع كله نبيه والهدف هو النجاة غرض الخلقة يهتاز قلم هذا الكتاب ورأس هذا الكتاب هو حسن وحسين هذا يقتل بالسم وهذا يقتل بالسيف وسب زينب صلى الله عليه وسلم رضيت وتكون زخيرة يوم القيامة الشفاعة لأمتي إذا اندخلت في مقام ثمن الشفاعة ولاد أمير المؤمنين مش هك الباقيين تابعين لأله خادمين اللي بتسلم عليه الملائك والأنبياء والرسل والصديقين صباحا ومساءا حضرة أبو الفضل خادم لهذه الحضرة وكفيل لهذه الحضرة ويسوق ناقتي هذه الحضرة هي وجودات إلهية حملة هذه المعنى كان قدامها تكليف واحد بالواقع نعم صاقوا بحسب الظهور الناس اللي بتعتاد كان يقولوا افعل هذا وهذا ما تفعله في كتير من الأفعال نهل أمين وحدا يفعله لأنه هذا مش تكليفكم هذا التكليف شيء بيننا وبين الله تكليف بيننا وبين الله في الكافي قال الصادق عليه السلام في حديث طويل لما دخل علي بن الحسين عليه السلام على يزيد عليه العائن الله أجمع نظر إليه ثم قال يا علي بن الحسين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم العين أنت بدأت قول على القرآن والناطق شفت الظلم وقتل بتغطي بيصير أنا خليفة المسلمين وهذا معارض لخليفة المسلمين فيؤخذ بالسيف يؤخذ بالسيف لأنه معارض لخليفة المسلمين فقال علي بن الحسين عليه السلام كلا ما فينا هذه نزلت إنما نزلت فينا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فنحن الذين لا نأسى على ما فاتنا من أمر الدنيا ولا نفرح بما أوتينا هذه الألم كتبت كربلاء من قبل أن نبرأها من قبل أن نبرأها ولذلك ما ورد على لسان بعض العلماء أنه في حديث تفرد به أن أخذ العهد بالمساق وأصلاً هو موجود بالقرآن الكريم ما في داعي إلى التكذيب قال الله سبحانه وتعالى ألف لا مراء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ليبلوكم أيكم أحسن حمل ليبلوكم الكتاب اللي كتب كتب بعنوان من يحمل أكثر من البلاء من يحمل أكثر من البلاء في مرضات الحق وهلأ رح نشوف شو هو مرضات الحق ضاقت ضاقت كربلاء حتى حتى عير على من يذهب إليها أنه سيدخل النار ولذلك والعياذ بالله في معسكر العين عمر بن سعد وشمر ذلك الذي يقول أبشر بالنار للحسان تصوروا الظلم لحد وصلت وكانت كتير مبثوث في المجتمع الكوفي الذي كان مجتمع الكوفي ما في أكثر من عشرة بالمئة أنصار لأمير المؤمنين ولا الباق نجاب كل أعداء أهل الباق ونحطت بالكوفي في زمن عثمان هذا شيء من التاريخ ما بدي أذكره كوفي ما كانت شعي أبدا أبدا وهيك بآخر الزمان لن تكون شعي لأنه رح يدخلها بعد كثير من الرايات كثير عرب وطرك وعجم ومن جميعهم أصلا رح يصير مربض للجيوش في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل يبلوكم أيكم أحسن عملا قال ليس يعني أكثر عملا ولكن أصوبكم عملا وإنما الإصابة كيف الواحد صايب الإصابة خشية الله قال لي الله ما تعمل ما بعمل حتى لو ضاقت الدنيا في قال لي ما تعمل ما بعمل امتحنك الله لا يشوفك إذا بتعمل نزلك لهذا المنزل لا يشوفك إذا بتعمل بشو والنية خشية الله والنية الصادقة شو الني الصادقة أنه هذه اللي وجه الله هك الله ما بدمه ما بعمل والحسنة ثم قال الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل مش المهم تبلش قربة الله المهم تنتهي وانت بعدك بقربة إلى الله والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله هكي بيخلص العمل سواء شافوا الناس والله ما شافوا مدحوني والله ما مدحوني جابوا لي خيرات والله ما جابوا لي خيرات سواء عرفوا هو حقي والله ما عرفوا هكي بيخلص لله وقت البدا تسير لا لازم كل شغل تعرف في الناس أنا الأساس فيها وأني كل شي بعد يوصل لمرتبي والعياذ بالله الذين يحبون أن يحمدوا بما لا يفعلوا بما لم يفعلوا لا تحسبهم بمفاوزة من العذاب هذا عن المراءات الأخلاص لله عنون جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم عليه وهو أن يحمدك عليه أحد لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل والنية أفضل من العمل ألا وأن النية هي العمل ثم تلقوا له الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته يعني على نيته عشان هيك سيد الشهداء امتحان الأصحاب من نية خالصة لوجه الله فيما زهد فيه غيره من الثواب ديئ عليهم الدعايات من كل الجهات المجتمع كله قام لإلهم كلهم حتى اتهم بالحسين أنه يأخذ أهله إلى الهلاك والعياذ بالله أكثر من هيك هو ما سمع نحن أن ناله هو ما سمع شوفوا الظلم لون وصلت ولكن يحتسب الحسين وأصحابه أمره عند الله عز وجل أمره عند الله عز وجل النية الخالصة كانت أعلاها في رتب الوجود هي عند حضرة زينب حيث ابتلاها بكل الابتلاءات فاصطفاها إلى أعلى الاصطفاء هذا كلام رسول الله ليس كلام أعظم من ابتلي في دار الوجود لا أيوب ولا بي اللي خلف أيوب بلاء حضرة زينب بيمرض الواحد بيصبر على المرض لكن بيصبر أن تدخل والعياذ بالله مجلس يزيد مخدرة محاطة بمقام الولاية أجمع رحمة الله على مراجعنا العظام الذين يقولون أنه تشك ظهرت بهم كل حقائق التوحيد من مقام الإحديثة إلى ما بدي يفوت بهذا الباب منو هالأد أنتو وكل شي منيح وهذا الباب نعرف نحكي فيه أكتر بكتير من هيدا الباب لكن آلات على نفسي أني خاطب العامة لخاطبهم هالروايات كان يحدثهم جعفر بن محمد للناس هو مش فضائل هو حد الوجوب ولذلك كانت أعلانية في كربلاء لوجه الله قالتها زينب اللهم تقبل منا هذا القربان ما في قلب طاهر في الوجود بهالمستوى من الخلوش يستحق دقديم هذا القربان الذي سيكون ثمن لرسول الله يوم القيامة ثمن لرسول الله من يقدمه غير رسول الله لذلك كانت مني باللهوف عن أبي عبد الله قال سار محمد بن الحنفية إلى الحسين في الليلة التي أراد الخروج صبيحتها عن مكة فقال يا أخي إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك وهذا دليل أنه ليس مش يعتالي محمد أساني وقد خفت أن يكون حالك كحال من مضى فإن رأيت أن تقيم فإنك أعز في الحرم وأمنعه فقال يا أخي قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم لأنه أنا بعد هذه الصيغة الوحيدة الظاهرة للمسلمين ما بدي يهتكى لأنه من بعده بيسقط الحرم فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت وبحرمة مين سيد الشهداء فقال له ابن الحنفية فإن خفت ذلك فاصر إلى اليمن أو بعض نواحي البر فإنك أمنع الناس به ولا يقدر عليك فقال أنظر فيما قلت فلما كان في السحر ارتحل الحسين فبلغ ذلك ابن الحنفية فآتاه فأخذ زمام ناقته التي ركبها فقال له يا أخي ألم تعدني النظر فيما سألتك قال بلى قال فما حداك على الخروج عاجلا فقال سيد الشهداء الإمام المعصوم الذي ما ينطق بل رسول الله من فقال آتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فارقتك كيف آتا؟ شأنه رسول الله كان يجي حتى إجى للأول والثاني قال له أرد الحق لعالي وهني شهدوا بذلك شو قال له الثاني؟ أجديد عهد بسحر بني هاشم يعني نطلع النبي عنده ساحر أخونا بعدما فارقتك فقال يا حسين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرج فإن الله قد شاء أن يراك قطيلا مشيئ الإلهي عم يرأله من الكتاب من قبل أن نبرأها فقال له ابن الحنفية رضو الله عليه إنا لله وإنا إليه راجعون خلص أمر إلهي هذا فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذه الحالة فقال له قد قال لي إن الله قد شاء أن يراهن سبايا وسلم عليه ومضى بن ذات المشيئة حضرة سكينة حضرة رقية حضرات بنات سيد الشهداء كله مكتوب في مقام الحمل ولا يتشكل حقيقة الحمل الوجود الإلهي للنجاة بغير هذه الحقاق هيا حقاق نزلت وطلعت رقية نزلت منى طفلة والطفل شو المشكلة إذا كان فيه الوجود النوراني ما هيدا عيسى ابن مريم كان ابن ساعة طفل وهو يخاطب الله في كتابه عنه حيث يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والصيام ما دمت حيا وأوصاني بكل هذه الوصايا بروي والدتي بالصلاة بالزكاة لذلك هي حقيقة المشيئة من رسول الله فما دور هذه المشيئة أن تتقدم إليها يا سيدتي ودخولك على مجلس يزيد هو ثمن لإيش من أن لا تتصلت ظلمة يزيد على الأرواح فتحولهم جميعا مجلسا أمويا هي مش دار حيطان الدار التي أخرجتك منه عطاء زينب وأخرجت العالمين أن لا يدخلوا في اللهب واللعب وحب الشهوات والعياذ بالله وحب التبختر وحب الاستعلاء لأن اليزيد كان حب الاستعلاء على الولاية إذن أخرجت لك قلبك من قبل أن نبرأها هي مكتوبة هيك فإذن هي رحمة الله الواسعة اللي بتطلع عيون مريم وآسية بنت مزاحم وكلفهم اخت موسى الله يساعدها هي وخي على بواب آل محمد بتحكوش قدام حدا يعني بعض السذج والعياذ بالله خليهم يلطموا على راسهم يعني لشن هن وولادن وإخواتن حصلوا ها إلا بولايتهم وبحملهم بس انتم ما قرأتوا القرآن حيث قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاقا نبي بالعوالم ومسنط فاطمة لما ولدت زينب عليه السلام جاءت بها أمها الزهراء عليه السلام إلى أبيها أمير المؤمنين عليه السلام وقال تسمي هذه المولودة فقال ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحرفنا شو حقيقة وكان في سفر له ما قاله طب ما هو مسافر يلا من سمي يا هيك ولما جاء صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عليه عليه السلام عن اسمها فقال رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين الذين دعوا إلى طاعته ما كنت لأسبق ربي فهبط جبرائيل عليه السلام يقرأ السلام من الله الجليل مقام الجلالة يعني كله لحضرة زينب وقال له سمي هذه المولودة زينب فقد اختار الله المختار الله مباشرة لمختارة لمنتجبة بقدر مبتلاها في خلوصها اشتباها أن حتى أصبح مش ما قدمته هي من قبل أن أبرأها هيك اسمها لا يمكن حتى لهؤلاء أن يسبقوا الله عز وجل فيه وقال سمي هذه المولودة زينب فقد اختار الله لها هذا الاسم ثم أخبره بما يجري عليها من المصائب وإلى من قبل هجوم الدار من مصيبة تسميم رسول الله وقتله إلى المحسن إلى هجوم الدار إلى أمها فاطمة إلى الحسن إلى الحسين إلى كربلة إلى السبي إلى كل مصيبة سقطت على أمة محمد التي قال بيت رسول الله كانت على قلبي وهي الحاضنة لها ابتلاها ابتلاها فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال من بكى على مصائب هذه البنت حين سماها الله كان كمن مش كمثل كان كمن بتمام الحقيقة التمثيلية بكى على أخويها الحسن والحسين جمعا فإذن هي الحقيقة الركنية الوجودية لحضرة سيدتنا وملكتنا الزهراء كما الحسن والحسين عليه وسلم وجود رجل أو بنت هي لوجه الخلق أم لغيره بس الحقيقة بين يد الله ما فيها بنيا أو ذكر أو أنثى ما فيها الذكورية والأنثية لها دخل في مواجهة الخلق وعدمه لكن القيمة الوجودية حقيقتها يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لذلك رفعها الله في مقام أصبحت من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهدي إلى القلق بينما إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين ما عم تعرفوا حالكم شو عم تقرؤ ما عم تعرفوا حالكم شو عم تقرؤ بعض الثذة يقع والله لا ما هي مش من سيدات نساء العالمين شو خاص هذه وجه للأمم والخلق شو إلى دخل ألم يقل لك إمامك زين العابدين أنها عالم غير معلمة ألم تقرأ في كتاب الله حينما قال الله لنوح لا تسألني ما ليس لك به علم لك أنتوا ما بعرف في فقاها ولا ما في فقاها الله أنبياءه وجبرايل هوا ما بيحقوا عن هوا بيحقوا عن وجودات حقيقية ستتلبس بمدلولها طيب ما هي مثل ما خبركم أني هيك بتصلي وهيك بتصوم بنفس الخبر إيجا هيدا ليش هيدي إيه وهي لا فإذن النفوس تشمأز من أظهار فضل آل محمد وهذا ما سيتأتى في آخر الزمان إذا ذكر فضل آل محمد شمأزة القلوب شمأزة القلوب ولذلك مريم عليه السلام قالت الله يتولى ورسول الله لا يسبق الله وأمير الممنين لا يسبق رسول الله وسيدة النساء لا تسبق أمير المؤمنين ومريم تقول إلى الله أم مريم تقول إلى الله قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك الأنثى وإني سميتها مريم يا رب تئذين أنا قلت لها مريم زين مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أن يتقدم إليها لكن حينما يتحدث الله عن آل محمد مش استعاذ من الشيطان الرجيم ماذا يقول لهم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات وبإجماع التفاسير أن المشكات هي فاطمة والمصباح هو مقام الإمامة بالعوالم عن يحن المازني قال كنت في جوار أمير المؤمنين عليه السلام في المدينة مدة مديدة وبالقرب من البيت الذي تسكنه حضرة مولاتي زينب عليه السلام ابنته فلا والله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا وكانت إذا أرادت الخروج لزيارة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخرج ليلا والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وأمير المؤمنين عليه السلام أمامها فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين فأخمد ضوء القنضيل فسأله الحسن ليبين لنا مر عن ذلك فقال أخشى أن ينظر أحد إلى شخص أختك زينب شخص الله أكبر سعد الله قلبك يا أمير المؤمنين لذلك قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات حقيقة بن أوتي العلم وكانت حضرة مولاتي زينب سلام الله عليها عالمة غير معلمة يعني هي الكتاب القرآني يعني هي الحسن هي الحسين عالمة غير معلمة هذا ليس ما إلا لمقام رسول الله فإذن هي منه لاندكاكها فيه هو لمقام سيدة النساء لاندكاكها برسول الله هو مقام لأمير المؤمنين لأنه نفسه رسول الله فإذن هذه الاندكاكية بسطت أنها كانت عالمة غير معلمة مش لا تقف ما ليس لك به علم مش لا تسألني يا عمي مش أرين قرآن الله ما قال له نحن لا تسألني ما ليس لك به علم الله سبحانه وتعالى ما أخبر عن عيسى بن مريم لأخبركم بعض الذي تختلفون فيه وليس كل الذي تختلفون فيه الله ما أخبر عن موسى أن كتب له من كل شيء موعظة واحدة ولم يكتب له هذا مش أني يستدلال هذا الكلام هيك يحتجوا على الناس للأسف هي علوها بعلو جدها إنما علت لأنها قطعة منه يا عمي أهل البيت عليهم السلام أولاد فاطمة قطعة من حقيقتهم لا تقوسهم بأحد وكيف يقاس بنا من جرت نعمتنا عليه هذه حضرة زينب هذه حضرة مليكة العالمين إنما انتحنت الخلائق كلها زينب تحتاج لأقصى والله المتعال نعل زينب بإش أكوان بس كيف بدي أنزل لهيدا البيت لأخرج من هيدا البيت هيدا الحقائق لأخرجها من جهنم شاء الله شاء الله الله اللي شاء وإذا ما في سمن الله العادل بده ثمن ما في شيء هيك بيمرو يلا مشو سوو الله عادل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا بالعدل زينب جرى ما عليها الاستنقاض بعين ما جرى على الحسين للاستنقاض أتريد أن تشير على شيخنا وكبيرنا يا ابن عباس أجعد أجعد كلمة صغيرة فكركم ازاي حضرات زينب محتاجة موجودات دافع عنا يعني ولا يا ذب الله هي بيدها الولاية التكوينية وسأذكرها اليوم ولو أذن لها أن تصنعها أصلا مش هي لك يا عم الملائك والجن اللي إجوا قالوله نحن منك فيك أمر الخلق جميعا قال لهم إن لم أقتل فأين الأمان والشيعة هيدا النكتة الأمان اللي بيخرجكم من ديوان يزيد ديوان اللعب واللهو هي مظهر حقيقة حب الدنيا وإذا في قلب خرج منه حب الدنيا وبفضل زينب يروح يسجد لإله ويشكره يسجد على عتبته وشكرا لإله لله سبحانه وتعالى أن لين قلبه لذكر فضلها ولم يشماز قلبه مين بده يقيز حضرة زينب أو يفقه شأن من شؤون عطاء حضرة مولاته زينب مين لك أنبيا ما استرجوا يعملوها ما بتفهم وقتل بيقول الله سبحانه وتعالى لا تسألني ما ليس لك به علم ولسان الله على كلامي زين العابدين لأنه مظهر رسول الله يقول لها عالمة غير معلمة أليست حجة كلامي كحجة القرآن ما ما في ما في بس 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 نفوس بتشبه تشكيك الناس بفضلهم شياطين شياطين هويتكم معروفة بالاحتجاج عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال لعمته زينب عليه السلام طبعا في مرويات بس مصادرة مش بقوتها المصدر عن أربع من الأيام يقالوا لها الحقيقة أنت بحمد الله عالمة غير معلمة يعني من غير حجاب التعليم يعني أنت مظهر لرسول الله مظهر لعلي في قول الله إنما أنت منذر ولكل قوم من هاد وجهك للخلق منذر مش معنات النبي إنه مش هاد لأنه الله بيقول وأنك لا تهدي إلى صراط المستقيم وكفرقه بين بقيت البخاطب الله وجهه للخلق وبين حقيقته هاي شغلتان منفصلتين عن بعضهم ما تضيعوا عالمة غير معلمة بعد أكثر وفهمة غير مفهمة ما بتحتاج إلى واسطة الإفادة قلبك متصل بحقيقة معدن العظمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أليس الله يقول هلا بتقل لي كيف أليس الله يقول واجعلناهم أمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم بالهداي بالأمر الإمام بنور قلوب أوليائه ما بنور قلب زينب حيث قال أننا نهدي أوليائنا نحن نقضف النور في قلوبهم شو عم تحكوه قد رقل واحد بخلوصه إلى الله وهذا قدمته وأخلص المخلصين في قيام العبادة كانت حقيقة حضرة مولاتي زينب التي أثر بكائها كمن بكى على الحسن والحسين والأثر يدل على وحدة المؤثر ما بد زين قال أمير المؤمنين عليه السلام يا بني الحديث في حديث أم أيمن ما حدثتك أم أيمن وكأني بك وبنساء أهلك سبايا بهذا البلد أذلاء خاشعين تخافون أن يتخطفكم الناس يعني ينظر إليكم الناس فصبرا صبرا فوالذي فلق الحب وبرأ النسمة ما لله على ظهر الأرض يومئذ ولي غيركم هذه مش شهادة بمقام الولاية من إمام هذه مش شهادة لحضرة زينب وحتى لحضرات نساء آل محمد سكينة آل الله وهذا بدليل قول الإمام الحسين عليه السلام لها في كربلاء رقية آل الله مكتوب هذه نزلت للدنيا هذه الجوهرة الإلهية لتحتضن رأس الحسين وتفارق هناك هذه تجليات مع الله أنت الأعراب والبوال على عاقبك شو لك دخل فيها شو لك دخل فيها هذه يتعلم منا جبرائيل وميكائيل يشوف هذه الحقيقة من الحب التي لم تظهر بالأجساد بل أنتظهرت في القلوب ليس بتقرؤ أن الحسين معرفة مكتومة في قلوب المؤمنين بيظهرها أمرأة ولا بيظهرها طفل ولا بيظهرها كبير مهم تظهر هذه الحقيقة هذه الحقيقة للسماوات ما بتطلع حب الطراب في لهوتها الشأن في ذلك الوجود الباطني وليس البدن البدن لباس ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون الحقيقة ممكن تكون تخترق السماوات وجوده ولكن لبسي بدم بشري في هذا الدنيا في هذه الدنيا أليس من أنصار الحجة من السماوات السبع والأرضين السبع كحبة طراب في لهوة أحدكم ولش هي غيرها الآيات لش أبو الفضل مش هو ناصر الحجة عليه السلام علي الأكبر مش هو ناصر الحجة ربما يكون إنسان لابس لباس ووجوده محتن كل شيء ليه في السماوات السبع والأرضين والعرش ألم يقل الله عن حضرة أمير المؤمنين عليه السلام وكل شيء أحصيناه في إمام المبين أليس هذا علم الإحاطة ما لكم كيف تحكمون صغيرة طفلة شو قدمت للإسلام طلع فيهاك إذا الإسلام الأمم هو يروح صف معهم نعلها قدم للسماوات والأرض ليس للإسلام حبيبي الإسلام الأمم وأكيد ما قدمت له شيء لكن هالخضراء الماشي عليها والغبراء بنعلها لو لا الحجة لساخة الأرض بأهلها بهالأنوار أولاد أهل البيت عليهم السلام ما تقصوهم بأحد بهم تنصرون وبهم ترزقون وبهم تستشفون وبهم تنصرون إذا أخفوا سرهم وإيمتهم عن عيونك أنت مش عن عيون الملكوت بيأمروا الملكوت بينزلون أولاد الإمام القادم أولاد الإمام الحسن المؤمنين الذين والوا أولاد سيد الشهداء أولاد الإمام زين العبدين أولاد الباقر والصادق روحوا شوفوا كيف تشتتوا بالأرض وأني تلوت هذا فيما مضى وبيل لك أنا نصرت سيجت الدين وعملت ما شاء الله منبر وحوزة شو إلا دخل هاي دي بها أنت عملت والله بمال أنت اشتغلت وستحاسب وستحاسب بعز أنت قمت وستحاسب أنطقت ما يريدون أنطقت بشيء آخر من هون بتبدأ دعاوي آخر الزمان رايات تدعو لنفسها وريات ضلال وآني وآني وما شاء الله بعد هو ما إجا شيء منهم بعد ما إجا شيء ولي غيركم بالاحتجاج فقد كيدك تقول السيدة زينب اليزيد وسعى سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحوا ذكر أنا مش ذكر جدي وذكر أبي وذكر خي هذه ناطقة معصومة عبرت أنها هي ذكر الله الذي تطمئن به القلوب زينب شيء أعظم مما تراه تقرأه بالتاريخ وهذا قدر زينب هذا المؤرخ اللي كتب لك يا حبيبي ناشي ابكي هالأد بس ما تقول حد هالأد وما بيقبل هذا شيء تاني ما بتفهم ما تحكي ولا تميت وحينا عنك عارها وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين إذا الصبر على عدم إبادته شو هي زينب أفضل أو آصف في مبرخيا أفضل اللي كان عنده علم من الكتاب وهذه صاحبة مراس من كان عنده علم الكتاب أجمع حكم الله بيننا وبين من أنكر فضلنا يقول أمير المؤمنين آصف في مبرخيا وصي سليمان بيجيب عرش بالقيس وهي ما بتقلعه من بي اللي خلفه بشاء الله أنه يمرء بالامتحانات حتى يحتج الله على أفعالهم عشان هيك يا حبيبي مش بنكر الولاية التكوينية إذا ولو عندهم ليش ما قاموا نصروا حالهم أنت بدك تحدد تكليف الحسين مش ألزم حدك ألزم جهلك لأن المشيئة الإلهية في الصبر على هذا البلاء ليحيا من حيا عن بينه وتقوم الحجة عليه يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين وكما قال أمير المؤمنين لا يغيبن امتحانا له بالأمال المفيد وأومأت زينب بنت علي بن أبي طالب إلى الناس بالسكوت قال الأسدي لم أرى والله خفرة قد أنطق منها كأنها تنطق وتفرغ على لسان علي أن ناطق فيها حتى أمير المؤمنين صلى الله عليه وقد أشارت والأمير المؤمنين الذين هم قوم غرباء أسيادهم ولو بقدرهم لو حبت طراب من نعالهم باش بتشتغل شغلهم ما بتتعدى طريقتهم ثم قالت بعد الحمد الحمد الله وتعالى والصلاة على رسوله أتدرون وي لكم أي كبد لمحمد فريتم بلشت تشرح حقائق سيد الشهداء الكبد هو موطن العشق وموطن الحب وموطن الفرح وموطن الحزن هيدا الحقيقة ذبحتوها وأي عهد نكثتم وأي كريمة له أبرزتم لمحمد أي كريمة أعلى درجات كرام آل محمد تنبئها السيدة زينب وأي حرمة له هكتكتم وأي دم له سفكتم لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض ولذلك الصدق كان يقول كانت زينب عليه السلام لها نيابة خاصة عن الحسين وكان الناس يرجعون إليها في الحلال والحرام حتى برئ الإمام زين العابدين من مرضه المرض إصابته لنصاب بكربل سبب المرض هو إصاب ولذلك روي أن الحسين عليه السلام كان إذا زارته زينب عليه السلام يقوم إجلالا لها من الذي خبر سميها زينب الله الجليل يقوم إجلالا لها فهو إذن يقوم للآية الإلهية الجليل ذو الجلال والإكرام وكان يجلسها في مقامه الله أكبر يقوم إجلال لها فهمنا ولكن يجلسها في مقامها دفع الإمام المعصوم هل تريد أن تدلنا من بكاها فقد بكى أخويها يعني هي بهذه الرتبة والعمري ورد في بعض الأخبار من أنها دخلت على الحسين عليه السلام وكان يقرأ القرآن فوضع القرآن على الأرض وقام لها إجلالا إجلال لأن هي معنى القرآن هي المعنى الحقيقي ولذلك كيف يتعامل أولياء آل محمد الواصلين كحبيب ومسلم وبريد وزهير هو الواصلين الذي كان يطلو القرآن عنده علم المناية والبلاية بموت هذه الريح عملتك هذه سوت هذه طلعت هذا الذي يؤتمر كل شيء فيه كيف وقف قدام حضرة مولا زينب سلام الله عليه كيف ورد في بعض المرويات أنه جث على ركبته وخلع عمته ووضع الطراب على رأسه وقال من أنا حتى تسلم علي زينب هذه حضرة ملكتنا الكبرى عرفت لش يتفطر القلب وهل سمعت أن لنا هاشمية تدخل مجلس السبي وهو لنا عادة هذه حرقة أهل البيت إلى قيام الساعة قال حبيب لأصحابه ليلة العشر في عديد سن طويل قال هل أم معي إلى أن قال هل أم معي فقام يخبط الأرض وهم يعدون خلف حتى وقف بين أطناب حينما رأى أن النساء تبكي ليش تبكي سمعتهم يقولون أوعى حدي يقصر عن نصرة أبي عبد الله ونادى يا أهلنا ويا ساداتنا مين رقية سكينة ويا معاشر حرائر رسول الله هذه صوارم فتيانكم أطفال نحن قدينكم هل أولياء عم بيقولوا هيك تعلموا كيف تتأدبوا مع أهل البيت عليه وسلم قالوا أن لا يغمدوها إلا في رقاب من يبتغ السوء فيكم وهذه أسنة غلمانكم عبد الرقية هيدا هو أقال مين حبيب شيخ الأنصار غلمان غلمان غلام أقصموا أن لا يركزوها إلا في صدور من يفرق ناديكم أصبحوا فضيان غلمان قدام آل محمد هو الأولياء آل محمد تأدبوا مع الحكم مع آل محمد مش كل واحد ما شاء الله يخبط لي ويسوي لي وفي رواية أخرى فقال الحسين عليه السلام أخرجن عليهم يا آل الله من اللي خرج حضرة زينب حضرة رقية حضرة سكينة الكبرى وهي سيدة العظمة بعد سيدتنا زينب عليه السلام أطفال الحسين فاطمة الصغرى هل أطفال اسم آل الله تفهم ما يعني آل الله يعني ثقايتهم بيد الإمام مباشرة هذا معنى ممسوس في ذات لا مش سكران والعياذ بالله أو اخذوا المث مثل بعض الجهل أجل الله ممسوس أن حجاب بينهم مندك في حقيقته بإرادة إمامه الذي هو مظهر الله وما يطع الرسول فقد أطاع الله تمام وجوده وقول الإمام يصبح آل الله مش ما بيتحرك بالمستحب والحلال ما بيترمش عينه لشي ما بيعشأ إمامه في عاشق ومعشوق ما قالوا رأيي قدام وهنا ينتدبنا وهنا يقلنا حاموا أيها الطيبون مضوا لهم أنهم طبطم وطابت الأرض طبطم طيب مش الخبيث حاموا أيها الطيبون عن الفاطميات هذا شعار آل الله وقت اللي بتلاقي فاطمة حفظوا حفظوا وإلا كانت صرختك عليه أو عليها كصرخت عمر بن سعد على بناتي آل على كل حال يعلم الخبيث من الطيب فإذن الطيب مين هو اللي هيك بينظر لآل بيت رسول الله غلمانكم وفتيانكم وبيوهب نفسه أن لا يرتد عن نصرتهم ولا يتبجح ويخلص عمله والخبيث من أنكر هذا وفي رواية قالت زينب عليه السلام ففرحت من ثباتهم حينما وجدت الأنصار وحضرة أبو الفضل عليه السلام يموجون فداء لقتل سيد الشهداء فإذن هم يفرحون للخلوص النية أني ما بيفرحوا للنتيجة المعرك لكن خنقتني العبر فانصرفت عنهم وأنا باكية وإذ بأخي الحسين عليه السلام قد عاردني في حديث طويل فسكنت نفسي وتبسمت في وجهه فقلت فقال أخي فقلت لبيك يا أخي فقال يا أخته مذ رحلنا من المدينة ما رأيتك تبتسمي مبتسمة أخبريني ما سبب تبسمك من المدينة هم هم تضحك فقالت له يا أخي رأيت من فعل بني هاشم الأصحاب كذا وكذا فقال لي يا أخته اعلم أن هؤلاء أصحابي من عالم الذر هيك لبوا فوق فهيك صبروا هون وبهم وعدني جدي رسول الله بحمل الحمل الثقيل لكن بيوعدوا بأنصار بأنصار إلهي بحضرة ملكتك الكبرى سيدة وجودك ملكتنا زينب حول حالنا إلى أحسن الأحوال دينا ودنيا وآخرة واغفر لنا وتب علينا واقبل مني اليسير واعفو عنا الكثير وارضي قلب إمام زماننا عنا عجل لوليك بالفرج والنصر والعافية انصر ناصريه واخذ الخاذليه ودمر من غشه إنك ولي الأحسان والسلام عليكم ورحمة الله